هذه المرأة التقطت صورة لها ولطفلاتها فماذا اكتشفت؟ كن أنت تستجمنا الأم تيرا تبلغ من العمر 43 سنة وهي أم لخمسة أطفال ثلاثة منهم فتيات ولكن هذه الأم تهتم بشكل كبير بشعر طفلاتها قالت الأم بأنها لم تقص أي شيء من شعرها منذ أن كانت طفلة وإلى يومنا هذا وذلك بسبب أن زوجها شب البالغ من العمر 47 سنة تزوجها لأنه يحب شعرها والمثير للدهشة أنها تقوم بغسل شعرها كلما لمس شعرها الأرض وأخبرتنا أيضا بأنها دائما كانت تكسب المركز الأول في مسابقة أطول شعر مثل ذيل الحصان والآن جميع بناتها يمشون بنفس خطى أمهم لكي يصلوا إلى طول شعر أمهم الطفلة كالين هي أكبر بناتها تبلغ من العمر 11 سنة أما سيندالين عمرها 9 سنوات أما أصغر واحدة فهي الطفلة تشيسني وعمرها 6 سنوات لو تم جمع شعرهم معا سوف نحصل على شعر طوله 4 أمتار وهذا يذكرني بقصة الأميرة صاحبة الشعر الطويل بغض النظر عن كل هذا هناك شيء يستحق الدهشة وهو أن كل واحدة من هذه الفتيات عندما تريد أن تغسل شعرها تستخدم ربع علبة شامبو أي في كل مرة يريدنا أن يغسل شعره سوف يحتاجون لعلبة كاملة من شامبو الشعر فعلا هذا مدهش في بعض الأحيان يعلق شعر الأم بباب السيارة وأيضا في المكنسة عند تنظيف المنزل وبعض الأطفال يقفون عليه دون الانتباه ولكن هي مصر على المحافظة عليه من أجل زوجها شب الأسبوع الماضي ذهبت الأم وطفلاتها لأول مرة إلى صانون مختص بالشعر للعناية به أكثر هذا رائع فعلا بل رائع جدا جدا أنا نفسي استمتعت بالفيديو لأنني أرى شيئا من نعم الله تعالى وأحببت أن أشارككم هذا الفيديو شارك هذه القصة مع كل شخص يعتبر شعره طويلا أو كل شخص قام بقص شعره هذه المرأة التقطت صورة لها ولطفلاتها فماذا اكتشفت؟ كن أنت تستجمنا الأم تيرا تبلغ من العمر 43 سنة وهي أم لخمسة أطفال ثلاثة منهم فتيات ولكن هذه الأم تهتم بشكل كبير بشعر طفلاتها قالت الأم بأنها لم تقصها أي شيء من شعرها منذ أن كانت طفلة وإلى يومنا هذا وذلك بسبب أن زوجها شب البالي